أما الآن فمع أخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى مزار إليك مصطفى شكرا محمد عبد وشكرا رغض أبو ليلة أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أخبار بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت تلك الأنباء وأكدت أن الشركة أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مشددا في الوقت ذاته على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الجديدة يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع وصلت معارض أهلا مدارس بضميات استقبال المواطنين لشراء المسلزمات المدرسية وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى معارض كلنا واحد ضمن ثلاثة معارض أقامتها الغرفة التجارية بضميات وذلك لتوفير المسلزمات والملابس المدرسية وبأسعار مخفضة ذكرت الغرفة التجارية بضميات أن تخفيضات تصل إلى 40% وهي تخفيضات مقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض والذي شهد توافد العديد من الأهالي معارض السنة دي فيها منتجات مختلفة كل ما يناسب الطالب المدرسي السنة دي من كتب مدرسية من أدوات كتابية من زي مدرسي كتشيات أحزية كل موجود في الغرفة التجارية بتوفر هذه السلع كلها بأسعار مخفضة يعني الأسعار مخفضة جدية من حوالي 20% إلى 40% كل حاجة هنا متوفرة وفيه تنوع الخامات وتنوع الأشكال كل حاجة هنا في متناول الجميع كل حاجة سواء كانت باختلاف ألوان المدرس كل حاجة هنا موجودة أسعار هنا مخفضة بالنسبة في المعرض العودة للمدرس كله بنسبة 30% تخفيضات علشان خطر الناس كلها كل المعرض بيكسب بها مش ربح لا يثقر يعني الحقيقة المعرض السنة جميل جدا الأسعار في حلوة قوي فجئنا بتخفضات كبيرة ما كانت متوقع أس أرخص من بره بكتير جدا وتشكيل كله موجود بنجيب نشونة المدارس الكتب الكراريس الإقلام بصراحة نحمد ربنا فيه السنة دي كده لأنه طبعا متوقعنا الأسعار كده تبقى أغلى من كده بكتير في أسواق المعاد نفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل من عام 2020 وسط تراجع لجاذبية المعرض الأصفر مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي لموقفا أكثر تشددا وذلك بهذا في كبح التضخم ليسجل المعرض الأصفر 1644 دولارا للأوقية أما محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 966 جنيه للجرام الواحد وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1128 جنيه وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1289 جنيه وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9024 جنيه في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين وتراجعت العقود الآجلة لخام برينتي بمنسبته 4.8 من 10% لتسجل 86.15 دولارا للبرميل الواحد وتراجع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بمنسبته 5.7 من 10% ليصل إلى 78 دولار و74 سنة للبرميل وهبطت كذلك أسعار المزد عالميا بمنسبته 84 من 100% لتصل إلى 3.16 دولارات للتر وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 63.68 من 100% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية أن المملكة ستستثمر أكثر من 40 مليار ريال في مشروعات للبنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء البلد وقالت الوزارة أن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وتصل السعة السكانية الناتجة عنها إلى 750 ألف نسمة بهذا يا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة